اكدت سعالة الاستاذة هالا الانصاري لامين العامل المجلس الاعلى للمرأة اهمية بذل المزيد من الجهود على مستوى العالم من اجل ضبط ايقاع خطط التنمية بصورة قائمة على عدالة اتاحة الفرص امام المرأة والرجل على حد سواء وبما يساهم في استدامة النمو والتنوع الاقتصادي لاجل مجتمعات مستقرة ومزدهرة في كلمة لمملكة البحرين خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى النسائي الارسي الثاني في مدينة سانت بوترسبورغ في روسيا الذي افتتح اعماله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نوهت سعدة الاستاذة هالا الانصاري الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة باهمية هذا المنتدى الذي يأتي ليجدد الاهتمام بالقضايا ذات الاولوية ذات العلاقة بمشاركة المرأة المتكافئة في التنمية مشيرة في هذا الشأن الى ان المجتمعات قد حققت الكثير في مجال تقدم المرأة رغم اختلاف وتنوع هذه الانجازات من مجتمع لاخر استطاعت البحرين بحسب عدد من المصادر الدولية ان تغلق تماما الفجوة بين الجنسين في مؤشرات الالتحاق بالتعليم وان تتصدر اعلى القائمة على مستوى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا في محور المشاركة الاقتصادية والفرص كاغلاق الفجوة بين الجنسين في الاجر في الاعمال المتماثلة وتحسين مؤشر الدخل التقديري ومؤشر المشرعين وكبار المسؤولين والمدراء على صعيد ذي صلة اكدت الانصار في كلمتها خلال المنتدى حرص مملكة البحرين على وضع سياسات تنموية شاملة تتفق واهداف التنمية المستدامة 20-30 تحرص مملكة البحرين على وضع سياسات تنموية شاملة تتسق مع اهداف التنمية المستدامة 2030 كخارطة عمل عالمية تأخذ في الاعتبار المشاركة العادلة للمرأة كعامل حاسما ومؤثرا في استدامة التحولات المطلوبة نحو المستقبل الذي ننشده للاجيال القادمة وشددت الامين العام على حرص مملكة البحرين على تلبية التزاماتها الدولية والمبادرة بالانضمام للهيئة التنفيذية واللجان المتخصصة والترويج لممارساتها الوطنية الناجحة ورغم كل ما تحقق إلا أنه من الضروري أن تكون المجتمعات على أهبة الاستعداد لمواجهة التحديات العلمية والتكنولوجية الكبيرة والسريعة للحفاظ على ما تحقق من خلال وضع المزيد من التدابير التي ستتيح للمرأة كما الرجل الوصول العادل للموارد والفرص ولتبقى مساهمات المرأة عاملا مؤثرا في استمرار نهضة أوطانها واستقرار مجتمعتها